السلام عليكم خمسة أيام أجازة بسمية للطلاب من المدارس وإليكم أيضا عشر فئات محروما من منحة 500 جنيه للعمالة غير منتظمة تفاصيل هامة متابحة سويا ولكن قبل التفاصيل ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة وده من خلال ضغط حضرتكم على علامة الاشتراك أسفل الفيديو ولا تنسو تفعيل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد ولو بتشوفونا الأول مرة أتمنى عمل كبيرة سريعة على محتوى القناة ستنال إعجابكم إليكم التفاصيل نبدأ سويا بعشر فئات محرومة من منحة 500 جنيه للعمالة غير منتظمة أعلن مصدر من الكوى العاملة أن هناك عشر فئات لن يسمح لها بصرف منحة للعمالة غير منتظمة 500 جنيه وهم كالتالي تكافل وكرامة أصحاب المعاش المؤمن عليهم من يمتلك سيارتين ومن هو شريك في إحدى الشركات ومن يدرس لأولاده بالمدارس الدولية ومن لم يجدد بيناته من جديد وغير المصريين والتجار الذين لديهم سجل تجاري وأيضا المقيمين خارج مصر والغير مسجلين بالكوى العاملة أما عن خمسة أيام أجازة رسمية للطلاب في المدارس تعد الانتخابات البرلمانية سببا لعدم حضور الطلاب للمدارس وأجازة رسمية للمدارس الجمهورية حيث بدأت المرحلة الأولى لانتخابات البرلمانية يومي 24 و 25 أكتوبر في 12 محافظات هناك عطلة رسمية في المدارس التي تقوم فيها اللجان الانتخابية وهم في أجيزة والفيوم وبنسويف والأسكندرية والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة وأسيوت والوادي الجديد وأسوان وسوهاج وقنى والأكسر وسيحدد بإذن الله موعد الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية لعدد من 13 محافظة ستبدأ انتخابات مجلس النواب خارج مصر ستكون يوم 4 و 5 و 6 نوفمبر المقبل على أن تكون في المحافظات 6 و 8 نوفمبر المقبل وستكون هذه أجازة رسمية في المدارس التي تقوم فيها اللجان الانتخابية في 13 محافظة وهم القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية وقف الشيخ والشركية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وضميات وبرسعيد والإسماعيلية وأيضا سيكون بإذن الله تعالى يوم 29 أكتوبر أجازة رسمية بمناسبة المولد النبو الشريف تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة